انطلقت فعاليات ديفيلي مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اللي بيتم تنظيمه في دورته الرابعة والعشرين وبمشاركة من مختلف الفرق المصرية والأجنبية وصل عدد الفرق المشاركة في هذه الدورة حوالي 22 فرقة للفنون الشعبية مش بس من مصر لكن من مختلف دول العالم خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على التليفون ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بكم فهنم سواح الخير عايزيني أربعة تفاصيل اللي اجتملت عليها فعاليات ديفيلي مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية واللي تم استعراضها إمبارح طبعا مهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته الـ 24 السنة دي بيشارك فيه فرق متعددة أجنبية الهند، الصين، رومانيا، الجزائر، الأردن، أندونيسيا إلى جانب الفرق المصرية 11 فرقة من رجوع مصر يعني عندنا السنة دي مفاجآت بمشاركة فرقة حليب عندنا مشاركات من الصعيد المينيا، أسيوت عندنا مشاركة إسكندرية وبورسعيد عندنا مشاركات من الوادي الجديد والعريش ألوان متنوعة الثاني دي الشارع مبارح كان مليان ألوان بنطلع من المتحف بنعدي على محافظة الإسماعيلية الأديمة بحضور السيد الوزير المحافظ أكرم جلال اللي هو داعم كبير جدا السنة دي للمهرجان حضور أيضا رئيس سيد أسور الثقافة الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ الناصف النهاردة كمان افتتاح رسمي كبير على مصلح عصر الثقافة عريب حضور معالي الوزير الفنان أحمد فؤاد هنو جميل ولفيف من محافظين منطقة القناة والشرقية يعني احتفالية كبيرة النهاردة كمان حضور مميز جدا للمكرم الأول دكتور عبد المناء معبارة جميل حضور للفنانة القديرة فريدة فهمي مع تكريم اسم الراحل محمد خليل مؤسس المهرجان طيب أستاذ ماهر يعني من جمال أو سمات الجمال الخاصة المهرجان اسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وأنا اتشرفت أننا حضرت يعني أكتر من دورة ليه فكرة تفاعل الناس والجمهور والشارع مع العروض الشعبية المختلفة اللي بيتمثلها دول كتير يعني كلمنا عن الجانب ده فكرة نزول الفن كده للشارع مش بس في المسارح المغلقة والغرف المغلقة وتفاعل الناس والجمهور مع رأسات وفنون شعبية بتمثل ثقافات مختلفة في العالم بالضبط هو ده هدف المهرجان وهي دي سمته لذلك احنا من بكرة نبقى موجودين في مصرح كبير اللي هو حديقة الشيخ زايد يعني بيبقى الحضور تقريبا فوق الخمستاشر ألف مصرح جديد بيفتح لأول مرة في حديقة الخالدين إلى جانب النوادي العامة نادي الدنباو نادي الأسرة إلى جانب السناد بنخرج إلى مدينة سايد لسطق الظهور وبنخرج للأمطار غرب وبنخرج للأساسين لكورونا ولمراكزنا عشان يبقى فيه برضو فعالية مع الجمهور في كل المراكز والكورو عدد الدول اللي بتشارك في فعاليات المهرجان وصلت كام ومين فيهم اللي متعود يشارك معانا احنا دي الدورة 24 فأكيد فيه دول معتادة المشاركة وطبعا يعني مهرجان يسمع عليها في الأصل كان بيشارك فيه أعداد كبيرة سنادي احنا بدأنا يعني للأسف متأخر بعد ما تشاركت الوزير المحافظ يعني تولى منصبه فاخدنا شهر بعد معادنا يعني احنا مأجرين من 8 إلى 12 يعني ده المعاد القديم طبعا للمهرجان الأصلي لكن في الإعداد قدرنا نوصل لست فرق مميزة جدا وهي دول علاقتنا بها كويسة زي الصين والهند واندونيسيا أيضا من الجانب العربي الأردن والجزائر إلى جانب من أوروبا قدرنا نوصل لرومانيا يعني احنا بنقول احنا بنبدأ تاني عندنا وجبة شعبية متنوعة أيها عندنا وجبة شعبية متنوعة من مختلف الأمريكي بالضبطة يعني اللي قدرنا نوصل لنهنا يبقى من قارات مختلفة عشان يبقى فيه تنويع في هذا من السنون الشعبية في كل البلدان طب أخيرا أستاذ ماهر اللي بيسمعنا دلوقتي ويشوفنا ويتابعنا وحابب يحضر فعاليات المهرجان سواء طبعا من أبناء إسماعيلية أو من المحافظات الأخرى نعرف من حضرتك موعيد الفعاليات بتبدأ من الساعة كام لحد الساعة كام ومدة المهرجان إن شاء الله النهار دا الافتتاح الرسمي الساعة 8 دا أصل ثقافة إسماعيلية دا الافتتاح الرسمي يعني هو دعوات وفي نفس الوقت الجمهور مفتوح لغاية وصلنا لرقم 800 بعد كده المسرح دا عشان دا افتتاح رسمي هنكتفي بال800 لكن من بكرة المسارح مفتوحة تحديك تشير زيت والخالدين والأسرة نادي الأسرة ونادي الدنبا من الساعة 8 مساء يعني بنبقى بنوصل لساعة 2 أو 3 من العروض إن شاء الله والمسارح مفتوحة للجمهور مجانا بالتوفيق وإن شاء الله احنا نتفرج على حاجة حلوة زي ما احنا متعودين من مهرجان الإسماعيلية كل شكرا لك ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية شكرا جزيلا لوجودك معي